السلام عليكم ومرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو صدقني صديقي سوف تحصل على الروت في هاتفك مهما كان نوعه سواء كان سامسونج أو أوبو أو هواوي أو أي شركة مصنعة لهاتفك باستثناء الايفون ستحصل على الروت في هاتفك بكل سهولة في هذا الشرح إن شاء الله فقط لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتابع ما يدى الدرس إن شاء الله ستحصل على الروت بدون منازع يعني ستحصل صدقني بدون إذا تبقت هذه الخطوات فستحصل على الروت أول شي دعونا نقوم بتجربة هذا الهاتف هل يوجد به روت كما تعرفون هذا التطبيق هو خاص بتجربة الهاتف أو يعمل تشكل روت يعني هل يوجد روت في هاتفي كأولا معروف وروت شكل كما هو يظهر في اسمه كما تشاهدون فيها الآن يقول لي أن الروت غير موجود في هذا الهاتف أو صراحية الروت غير موجودة في هذا الهاتف الآن ماذا سوف أفعل يعني كل ما عليك فقط هو تحميل التطبيق هذا من الرابط في اسفل الفيديو ستجده ويمكنك تحميله أيضا من أي رابط خارجي يعني أردت ذلك ولكن أضعته لك في رابط مباشر في اسفل هذا الفيديو ستجده في تدوينه كل ما عليك فقط هو تحميله وتثبيتي على هاتفك مهما كان نوعه ثم تقوم بفتحه بهذا الشكل في أول مرة عندما تقوم بتثبيت هذا التطبيق يحتاج إلى الوقت شوي يعني يقوم من خمسة دقائق إلى عشرة دقائق حتى يتم تثبيته على الهاتف بالمناسبة هذا التطبيق هو نظام وهمي يعني نظام آخر ستقوم بتثبيته على هاتفك تابع معي هذا الفيديو كما تشاهد الآن قامت بفتح التطبيق وهذه الوجهة التي ستظهر لك يعني الآن كأنك دخلت إلى هاتف آخر في هاتفك هل تفهم معي يعني هذا؟ الآن يمكنك تطبيق واتساب آخر فيسبوك آخر يعني جميع التطبيقات للتواصل الاجتماعي يمكنك أن تقوم بعمل حسابين في هاتفك الآن مع هذا التطبيق والأفضل والشيء الأهم في هذا الشرح هو أنك ستحصل على الروت كيف ذلك؟ تابع معي أول شيء كل ما عليك هو أن تقوم بالدخول إلى سيتينز الإعدادات يعني ثم إلى سيستيم سيتينز ثم تذهب إلى الآخر هكذا بهذا الشكل ب هذا الشكل يعني ستجد هذا الخيار غير ظاهر الذي كانت هنا غير ظاهر لك في هاتفك كل ما عليك هو الضغط هنا بهذا الشكل وتذهب أيضا إلى الآخر ثم بلايد نمبر تضغط عليه بهذا الشكل ثلاث مرات أو أربعة حتى يتظهر لك التواني هنا تظهر لك ثم تقوم بالرجوع ستجد عندك هذا الخيار ظاهر لديك كل ما عليك فقط هو أن تقوم بفتحه بهذا الشكل ثم تذهب قليلا إلى الأسفل عندها كلمات روت كما تشهد روت تجدها بهذا الشكل يعني غير مفاعلة تقوم بتفعيلها بهذا الشكل الآن أصبح بهاتفك الروت نقوم بالرجوع إلى الواجهة الرئيسية بهذا الشكل دعونا نقوم بتجربة هذا التطبيق أيضا لقد قمنا بجربناه قبل قليل وظهر لنا أن الروت غير موجود نقوم بعمل بريفي روت كما تشاهدون يقول لأن صلاحية الروت موجودة في هاتفك وعلى هذا التطبيق سوبر يوزر معروف جدا في منح صلاحية الروت لهاتفك المهم في هذا الدرس وفي هذا التطبيق هو أنك ستحصل للروت وتستطيع تشغيل تطبيقات التي تطلب منك الروت بكل سهولة بدون مشاكل وبدون أي شيء والأفضل من ذلك أنك ستبقى يعني تدعمك الشركة المصنعة للهاتف يعني ستحصل على التحديثات على الحماية لهاتفك يعني لن تفقد أي شيء في هاتفك معروف أن الروت عندما تقوم بتطبيق الروت في هاتفك فأنك تفقد صلاحية الشركة يعني الوصول يعني الشركة لم تستطيع إرسال لك التحديثات أو الحماية إلى هاتفك لكن مع هذا الشرح ومع هذا التطبيق تستطيع أن تبقى هاتفك الأصلي كما كان وتشغيل تطبيقات التي بها روت بدون مشاكل يعني هذا أفضل حل للروت للهواتف هذا أفضل وأحسن منه أن تقوم بتطبيق الروت في هاتفك إذا كنت تابع عن تقني ستفهم ماذا أقول لك في هذا الشرح كما شرحت لك يا صديقي يمكنك الآن تثبيت أي واتساب وأي شيء يمكنك تدخل هنا إلى البلاي ستور وتثبيت أي تطبيق يعني مثلا هذه الشرح فهو مهم حتى إذا كنت تريد إخفاء بعض التطبيقات التي تقوم أنت بتشغيلها ولا تريد أن يرى الأشخاص الآخرين يعني هذا التطبيق تقوم بتجنبي بهذا الشيء لهذا وهذا يصبح بهذا الشكل لأن يعني يعني هاتفك الآن الأصلي هو هذا وهاتف آخر بهاتفك يعني لديك هاتفين في هاتف واحد يعني عندما تقوم بالدخل إلى هنا فسيصبح هاتفك به روت وبه العديد من التطبيقات الأخرى الغير موجودة في القائمة الرئيسية لهاتفك الأصلي يعني عندما نقوم الآن بتجربة تشيك الروت في هاتف الأصلي فلن يعطيني الروت كما تشاهدون بهذا الشكل يقول لي أن الروت غير موجود دعيني أقوم الآن بالررع إلى الهاتف الذي ذبتنا على الهاتف هنا وأنا أقوم بتجربة نفس التطبيق كما تشاهدون نعيد ريفريش يعطيني صلاحية الروت هذا هو الأفضل يعني يمكنك الآن أن تقوم بتتبيت التطبيقات على هذا الهاتف وتشغيلها التي تحتاج إلى الروت يعني يمكنك أيضا تطبيقات من هاتفك الأصلي مباشرة على هذا النظام بالضغط هنا هذه التطبيقات هي موجودة على هاتفي الأصلي يمكنني بضغطة واحدة فقط نضغط عليها بهذا الشكل يتم تتبيتها مباشرة على على هاتفي الثاني الذي قمنا بتتبيته الآن صدقني هذه أفضل حل وأفضل وسيلة يعني لتشغيل الروت على هاتفك لا تنسى الضغط على زر لايك إذا أعجبك هذا الفيديو واستفدت منه لا تنسى مشتركة هذا الفيديو مع صدقائك والأهم من ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لتتوصل بكل جديد مننا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما اشتركوا في القناة